السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عاشوراء بين التنظير والتطبيق عاشوراء هي واحدة من أهم المراحل والمحطات التاريخية المستعادة دائما على مستوى الذكرى والتفاعل لماذا؟ لأنها ثورة الحق ارتباطنا بعاشوراء لأنها تمثل الحق فهي ثورة الحق فعاشوراء هي ثورة الحق والارتباط بالحق هو مسألة ترتبط بالمبدأ الإسلامي الأساس وهو المبدأ في كل الرسالات السماوية وهو ثابت أساس لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وعاشوراء وعاشوراء كانت الدعوة إلى الحق وما يدعون من دونه الباطل عقيدة التوحيد التي يكون عليها الإسلام لا بد من أن تفضي بنا إلى أن نكون منشدين دائما إلى الحق في كل قول وفعل وفي كل منهج وسلوك عملي في هذه الحياة فليست فالحق ليس شعارا في الهواء نطلقه الحق منهج حياة مرتبط بالمبدأ الإسلامي هو الله سبحانه وتعالى الذي يمثل الحق المطلق فإن كل شيء في حياتنا إما حق وإما باطل سواء في القضايا الكبرى التي تمثل الإسلام القضايا المصيرية أو في التفاصيل الصغيرة في حياتنا اليومية إما حق وإما باطل وربما في اللحظة الواحدة نعيش حالة مزيج من الحق والباطل حتى في إحيائنا لعاشورة وقضايا عاشورة وهذا ما تصنعه أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات والتخطيط الاستكباري أنت تحيي عاشورة ولكن بالطريقة التي يريدها الاستكبار حتى يفلغ عاشورة من محتواها ومن أهدافها الحقيقية تحيي عاشورة فلن استكمار منعك من إحياء عاشورة ولا استطعت أن تحيي عاشورة على حقيقتها فهذا مزيج بين الحق والباطل وقد اشتهرت وهذا الواضح أن عمل المخابرات ومراكز الدراسات والبحث الاستكباري إنما يريدون أن يزجوا الفتن بين الناس حتى يلتبس الحق معا باطل ويمتزج فالكل يتصور أنه على حق ونعيش حالة من النزاع وحالة من الصراعات فالذي يفرغ عاشورة من محتواها يدعي أنه على الحق والذي يطالب بتحقيق أهداف عاشورة على أرض الواقع أن تكون هذه الأهداف متحركة أيضاً يدعي على أن هذا هو الحق وقد اشتهرت في التاريخ كلمة أو عبارة كلمة حق يراد بها باطل ما معنى هذه الكلمة كثيراً ما نتحدث في خطاباتنا وكثيراً ما نعيش في حياتنا اليومية مصاديق لهذه العبارة كلمة حق يراد بها باطل ومعنى ذلك أن الشيء الواحد قد تنظر إليه من زاوية على أنه يمثل الحق ولكنك عندما ترى كيف تتفاعل هذه الكلمة أو كيف يتفاعل هذا الموقف في الواقع تجده يمهد الطريق من أجل سبل الباطل وتمكين الباطل فإنك تجد أنه يمهد الطريق أمام كل باطل لينتقل بالحق وليزيحه من ساحته ولذلك بعض المفاهيم التي تتحرك في مجتمعنا اليوم هي من هذا النوع كلمة حق يراد بها باطل قد يفرغ عاشرة من محتواها تحت عنوين الوحدة وتحت عنوين المحافظة على النسيج الاجتماعي وتحت عنوين دفع الضرر عن المراسم الحسينية فهذه كلمة حق لكن أريد بها تفريغ محتوى عاشرة الحقيقي الفعل التي يريدها الإمام سلام الله عليه أن يعيشها الناس لذلك ليست أحقية الحق في البعد النظري لذلك نحن لا نختلف النعاشراء للإسلام النعاشراء للوحدة النعاشراء للإرادة لا نختلف في عناوين الحق لا نختلف النعاشراء من أجل رص الصفوف من أجل وحدة الكلمة هذه العناوين عناوين حق ولا نختلف في البعد النظري في هذه العناوين وين الخلل عاشراء بين التنظير والتطبيق لأن المسألة مرتبطة بعناصر أخرى إذا ما أردنا أن نتحدث عن الحق على أرض الواقع ومسرح الحياة وما نعيشه من الواقع نجد أننا نعيش مشكلة أننا لا نعيش مشكلة في عناوين الحق على المستوى الفكري على المستوى الأخلاقي على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي نتفق على المستوى النظري فعندما نتحدث عن الوحدة السيد ولي أمر المسلمين السيد علي الخامناء القائد عندما يتحدث عن الوحدة يقول الوحدة ما هي الالتقاء في الثوابت المشتركة الالتقاء والتأكيد على الثوابت المشتركة فليست الوحدة تعني أننا ألغيك كقوة سياسية كحركة اجتماعية كرؤية فكرية لك حق أن تقول كلمتك أن تقول رأيك لذلك هذه العناوين عندما تأتي إلى أرض الواقع تجد أن هذه العناوين مخالفة تماما للمفاهيم القرآنية الإسلام يدعو القرآن يدعو أهل البيت عليه وسلم في تراثهم الزخم من الأحاديث والروايات دعو كثيرا وأبدا خصوصا في القضايا المصرية على إشراك الناس وإشراك الأمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد النبي الذي لا يظر عنه إن هو إلا وحي يوحى كان كان رأيه أن تكون معركة أحد على أطراف المدينة شوفوا الفارق ما بين أحد آخر يتكلم وما بين النبي صلى الله عليه وآله يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض رأيه وهو رأي السماء رأي الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد كان رأيه أن تكون المعركة على أطراف المدينة بينما الأصحاب أجمعوا على أن المعركة تكون في جبل أحد وأخذ برأيهم لأنهم أجمعوا لكن تبين بعد ذلك أن رأي النبي صلى الله وسلم عليه على أن رأيه هو الصواب هذا هو الفرق ما بين إنسان ما دون المعصوم يتكلم وما بين المعصوم إذا تكلم المعصوم لم يفرض رأيه على الناس فكيف بما دونه فمن حق الناس أن تناقش وتناقش مشروعات تتدارس مشروعات كما لها الحق أن تطرح مشروعات الأمة أيضا وإنما المشكلة لدينا في أنه هل هذه المواقف العاشرائية أو شعارات عاشراء أو كلمات عاشراء أثر حق في الواقع هل تتحرك كما هي في الواقع المطلوب منها أن تتحرك أو لا هناك عناوين نظرية عندما نتحدث على البعد النظري نجد مفارقة كبيرة بين العنوان المتحرك على المستوى النظري وبين العنوان المتحرك في أرض الواقع لذلك الوحدة تعني المؤتمر أن الأمة دائما عندها مؤتمر تلتقي فيه لمناقشة قضاياها نحن نحن مفترض في أي منطقة من مناطق البحرين كان مفترض أن يكون في كل قرية في كل مجتمع مؤتمر مصغر تناقش فيه بعض القضايا وتطلع هذه المؤتمرات بتوصيات ترى هناك عقول مفكرة في الأمة والمجتمع مع الأسف الشديد مجتمع غير صحي لا يعطي الفرصة لهذه الآراء أو أنها عندما تنزل إلى أرض الواقع هذه المواقف العاشورائية أو كلمة عاشورة أو شعارات عاشورة أو تنزل إلى أرض الواقع عندما تنزل إلى أرض الواقع فإنها تتحرك في كل سوء للضلال تظل الأمة ليلة غد سأشير بشكل تفصيلي إلى بعض الحوادث النماذج أن هناك من الصلاطين الذين كانوا يرعون إحياء أمر الحسين ومجالس الحسين هم الذين أوغلوا في دماء المؤمنين والدماء الشيعاء وهم الذين يرعون مجالس عاشورة الحسين والتحريف وتأخذ بكل أساليب الباطل وتتحرك في كل خط يصطدم بمعنى الخير والحق في حياة الناس مسلم ابن عقيل عليه السلام مثال وأنموذج للحق للحق بعض النصوص بعض المصادر تنقل على أن من بايع مسلم ابن عقيل ثمانية عشر ألف هذا أقل رقم في مصادر التاريخ ينقلها صاحب تذكرة الخواص وتاريخ الطبري ثمانية عشر ألف الذين بايعوا مسلم ابن عقيل وبعض بعض المصادر مثل ابن نما أو ابن شهر آشوب بعضهم قال خمسة وعشرون ألف وبعضهم قال أربعون ألف وبعضهم قال خمسة واربعون ألف من من بايع مسلم ابن عقيل عندما نزل إلى إلى الكوفة واختار دار أبو عبيدة الثقفي ليكون لهم مقرا لمبايعة الشيعة له لاحظوا السيد الولي الخامنئي في كتابه دروس الدروس العظيمة من سيرة أهل البيت عليه السلام ينقل هذا ينقل الحادثة وهو يتكلم عن مسلم ابن عقيل إذا تأذنون لي بس آخر من وقتكم يقول فأنتم إذا نظرتم إلى الكوفة فإنما جرى في الكوفة لابد أنكم سمعتموه من خذلانهم ترون أن الذين كتبوا الرسائل أرسل لإمام سلام الله عليه إليهم مسلم ابن عقيل وقال لهم هذا رسولي إليكم مو أي شخص يتحدث الإمام الحسين بشخصه يتكلم في كتابه وعندما يخبرني بأن الوضع أصبح مناسبا فسآتي إليكم بنفسي حضر مسلم إلى الكوفة ونزل في بيوت أعيان الشيعة وكبرائهم هذا الذي يتكلم عن الكبار ويتكلم عن كلهم ضد الشباب تفضل هذا السيد قال يتحدث عن الكبار في بيوت أعيان الشيعة وكبرائهم وقرأ لهم رسالة الإمام فجاء الناس جماعات جماعات وأظهر الولاء والعزم للوقوف مع مسلم بن عقيل حينما كان والي الكوفة النعمان بن البشير وهو شخص ضعيف يردد بأني لا أقاتل شخصا طالما أنه لم يقاتلني ولذا لم يعترض أذوالي الكوفة لم يعترض على مسلم بن عقيل الناس رأوا أن الساحة مفتوحة أمامهم حالة سلم ما في حالة ترهيب ما في سجون ما في اعتقالات بالتالي شوف الناس جماعات بالآلاف يبايعون مسلم بن عقيل فذهبوا إلى مسلم بن عقيل وبايعوه لكن اثنين أو ثلاثة من خواص الباطل مخابرات إلى بن زياد الواقفين مع بني أمية كتبوا إلى يزيد إذا كنت تريد أن تكون الكوفة ملكا لك فيجب أن ترسل إليها شخصا قويا قاهرا شخص واحد بس كافي يبثر الرعب في نفوسي في الداخل من أعماقهم لتهزم الإرادة من الداخل فإذا هزمت الإرادة من الداخل هزموا من الخارج فطلب يزيد من عبيد الله بن زياد والي البصرة أن يتوجه إلى الكوفة ليحكمها مع حفظ منصبه الأول فخرجوا عبيد الله بن زياد بشكل فرد إلى البصرة أنتو عادئهني أسقطوا على أرض الواقع الناس الذين انسحبوا من المسيرات المرخصة هذه الآلاف ما هو السبب الذي انسحبوا عندي مسلم بن عقيل هو نفس السبب الذي انسحبوا من الساحات فخرجوا عبيد الله بن زياد بشكل فردي لوحده فقط من البصرة إلى الكوفة ملثم الوجه الآن في هذه القضية يتضح دور الخواص اللي يسمون أنفسهم النخبة واللي يسمون أنفسهم الرموز وليسمون أنفسهم الآن يتضح ما هو دورهم ووصلها ليلا أما أهل الكوفة الذين كانوا من بين فئات العوام غير القادرين على التحليل فبمجرد أن رأوا شخصا مع خيله وأغراضه فضلا عن كونه ملثما ظنوا أنه الإمام الحسين رحوا بايعوه فيطلع معاوية من سيارته بس يفرج عن المعتقلين ويرجع المبعدين ويسوي بعض الإصلاحات والتسويات كذا وتنطلع على عامة الناس احذروا سيأتي هذا الوقت احذروا فذهبوا إلي وقالوا له بكل بساطة السلام عليك يا ابن رسول الله سذاجة الناس الذين يقبلون بالفتات لذلك لا تنسحبوا من الساحات بدون المطالب الحقيقية التي تحفظ كرامتكم وحقوقكم هذه خاصية الشخص العام حيث يتصرف بهذا الشكل ولا ينتظر حتى يتحقق من هذا الشخص الذي أتم مع حصانه وأغراضه ومن دون أن يتكلموا معه بعد ما يحتاجون لي ما هي الضمانات وما هي كذا نريد ضمانات نريد ما يحتاج بعض خلاص أفرج عن المعتقلين ونسوي زفات في المناطق وفي القرى وننسى جراحات ودماء الشهداء فإن قال أحدهم هذا هو الإمام الحسين عليه السلام صار الجميع يقولون هذا هو الإمام الحسين فإذا صار في مطلب وبيحقق لنا هذا المطلب قالوا الناس كلهم يلا خلاص مدام حق بحقق المطلب إحنا بعد مع الوعود لذلك لذلك يعني في هذه الثورة المباركة أمر مميز وكان والله يفرج إن شاء الله على الأستاذ عبد الوهابي الأستاذ حسن المشيمة هذان الأستاذان هم الضمان للملف السياسي في البحرين لن يتنازلوا لن يتخلوا عن مطلب الجمهورية وإذا تمت التسويات من وراء أظهرهم سيستثمرون هذه التسويات ويعلنوا مجددا حقهم في اختيار النظام الذي يريدونه ويرتأونه لصالح الناس ومناء على ذلك بدأوا بالسلام عليه وبإظهار الاحترام له لكنه مع ذلك لم يعتني بهم خلاص مادم صفقوا إلى انتهى الموضوع وتوجه نحو دار الخلافة وعرف عن نفسه ودخل من هنا بدأت المواجهة مع مسلم ابن أقيل لاحظوا السيد حيث كان جوهر عمله وأن يضع الموالين لمسلم ابن أقيل تحت التعذيب والتهديد اعتقلوا القيادات ورموز خط الممانعة الذين يرفضون الأمة بروح الثورة ويفصلوا بين القواعد الشعبية بين قواعدهم وبين كونهم قيادات لهذه القواعد وبالتالي بعض الذين يعتقلونه من النشطاء والحركيين خمس عشر سنة وعشرين سنة ومؤبد هذا كله زيف لكن من أجل شنو الغاية ما هي تخويف الناس ومع أن ما كان ينبغي أن يبقى المعتقلون إلى مثل هذا الوضع إلى مثل هذا اليوم بعد أربع سنوات ما كان ينبغي لذلك مسلم ابن عقيل تفرد به ابن زياد فجلب ابن عروة إلى دار الخلافة بالغدر والمكر مثل معاوية الذي غذر بنا ومكر بنا ومن ثم قام بتعذيبه وجرحه وعندما اجتمع الناس حول دار الخلافة يطالبون بهاني ابن عروة ما الذي حصل حتى يطالبوا بإخراج هاني ابن عروة استطاع أن يفرقهم بالحيلة والمكر بسبب سذاجتهم وعدهم طمن أطمأ يعني طمنهم على أن هاني ابن عروة لم يجرح ولم يقتل فصدقوا كلامه كما صدقنا كلام ما هو وهنا يتبين دور الخواص أهل الحق اللي احنا نعتبرهم يعني البعض نعتبره رمز ويتحدث أمام الناس يعتلي المنصات وكذا نعتبرهم من الخواص صحيح وهنا يتبين دور خواص أهل الحق الذين قد عرفوا الحق دائما دائما هم عرفوا الحق وثاروا لأجله ولكنهم كانوا دائما يرجحون دنياهم ما يحتاج يصير بعد مثلا 60 شهيد بعد هذا كافي ما يحتاج بعد نقدم شو هذا أكثر عندنا خمسة آلاف وخمس عشر ألف معتقل بعد ما يحتاج نقدم معتقلين أكثر دائما ينظر إلى الحالة أو الزاوية الأخرى التي فيها يعني فيها نوع من الميلان إلى الدنيا وزخاري في الدنيا والتعلق بالدنيا دعنا نمشي الأوضاع وننتظر الفرج نحط إيدنا على خدنا وننتظر الفرج ولكنهم كانوا دائما يرجحون الدنيا شوفوا السيد الخامنين يقول هؤلاء خواص أهل الحق ثاروا لأجله لكنهم في بعض المواقف يرجحون دنياهم السيارات الفارهة الدفاع المستميد لتقاعد النواب أما في ساعة المحنة وفي ساعة الشدة لا ترى أحدا في الساحات يتبين دورهم وكيف ساهموا في تفرقة الناس بحقق مطالبكم وأوصلنا الرسالة تفرقوا فمسلم ابن عقيل الذي بايعه عدد كبير من الناس حسب ما أشار التاريخ وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه وباعتقادي جاهد بعد السيد الخامنين بعد يرأي بعد في العدد يقول وباعتقادي اجتمع حول مسلم ثلاثون ألف ثلاثون ألف في تلك السنوات ساعة السلم الشامع كان يقول كم من طلب إسكاني معلق في وزارة الإسكان ستين ألف طلب واحد ستين ألف طلب إحنا ما نبي واحد ستين ألف طلب نبي ألف واحد بس اعتصام مستميت عند الوزارة يعتقلونكم مجو غيركم شوفوا تحقق مطالبكم أو لا وباعتقادي اجتمع حول مسلم ثلاثون ألفا وكان يكفي وقوف ثلاثة أو أربعة آلاف رجل مو ثلاثين ألف تكفي ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف رجل فقط معه في ذلك الزقاق الذي حوصر فيه حتى يغير ما حصل في يوم التاسع منذ الحجة حينما قتل وقتل مسلم ابن عقيد لكن لا يخيف يخفوهم أنتين أحن من الإيمان الحسين أحن من الله تبارك وتعالى الذي أمره بنصرة الحق هذا تكليف إلهي يجب أن نربي أبناءنا على أداء هذا التكليف على الاستعداد دائم وأبدا إلى التضحية والنزول إلى الشوارع والساحات بدل أن نخيفهم ويقولون لهم مع أي شخص تحاربون ولم تقاتلون الآن الساحة ما فيها أحد أنت عدد قليل ويش بتقدرون تسوون هذا الذي تسمعون في هذه الأيام هذه الكلمات الذين يسمعوها دائما من أجل ماذا من أجل أن تنطفئ شعلة الثورة المتقدة في نفوس بقية الشباب ولولاهم بلطف الله سبحانه وتعالى لما قامت الثورة أصلا ولما استمرت إلى هذا الوقت أصلا لكن نطف الله سبحانه وتعالى ارجعوا هؤلاء سيقضون عليكم سيد كان يتحدث عن واقعنا صحيح هذا يزيد وهذا ابن زياد هؤلاء بني أمية الذين تريدون أن تقاتلوهم يملكون المال كما يملكون السيف والصوت فما الذي يملكه مسلم ابن عقيل والحسين عليه السلام وعلم أنهم لا يملكون شيء الحسين لا يملك شيء لذلك قتل صلى الله عليه مسلم ابن عقيل لم يملك شيء قتل وبالرغم من ذلك أخاف الناس وفرقوهم وفي الليلة الأخيرة عندما حان وقت صلاة العشاء لم يكن أي شخص مع مسلم ابن عقيل يصرون هؤلاء الثلاثين ألف هم الحق ومسلم ابن عقيل رسول الإمام الحسين هو الباطل ويتخلوا عن نصرة الحق ولو كان مسلم اليوم موجود وموجود مسلم شبابنا المطاردين مشردين وذهب ابن زياد إلى مسجد الكوفة ونادى في الناس أنه يجب أن يحضروا ليصلوا صلاة العشاء في المسجد بإمامته بعد مو ينصحبوا من مسلم ابن عقيل صلوا بإمامته بعد فضل يذكر التاريخ أن مسجد الكوفة غص بالجموع في تلك الليبان ولماذا وصل الأمر إلى هذا الوضع رهو تساؤل السيد القائد أنا عندما أنظر إلى هذا الوضع أرى أن المشكلة كانت بسبب تقصير الخواص فخواص جبهة أهل الحق مقصرون بل الجميع هم كذلك أنتم الذين قويتم شوكة الظالم وشوكة الباطل بتخاذلكم عن نصرة الحق وأهله لقد قام بعض خواص الحق في نهاية حياتهم بأعمال سيئة أمثال شريح القاضي يقول السيد شريح القاضي كان بإمكان يغير مجرى التاريخ يقول السيد كان يكفي فقط قبيلة هان ابن عروة لو استمروا في وقوفهم ومطالبتهم عند دار الخلافة ليخرجوا هان ابن عروة لأخرجوه لكنهم فضلوا الانسحاب بسبب تصديقهم لابن زياد وهذه هي المشكلة تقع هنا فعندما نريد أن نطبق مفاهيم عاشوراء ومواقف عاشوراء ينبغي أن نلحظ أن هناك من خواص أهل الحق هم الذين يقفون حجر العثر الفاصل بين تنظيرنا لعاشوراء وتطبيقنا لمفاهيم عاشوراء ولا ينبغي أن نقف عند هذه الثغرة ينبغي أن نصلحها بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نفرض رؤيتنا بالحكمة والموعظة الحسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد للرب العالمين وصل يا رب على محمد وآل الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة